اكتشافات اخيرة بمنطقة المتوسط حفزت دولا لتوقيع اتفاقيات ترسيم حدود بحرية واخرى لمنح عطاءات للتنقيب عن الثروات الدفينة مياه المتوسط باتت اليوم كعكة يتنزع عليها وصلت الى حد التحرك العسكري وسائل اعلام قبرصية ذكرت ان سفينة تابعة لشركة ايني الايطالية كانت في طريقها للتنقيب عن الغاز بالمياه القبرصية تعرضت للايقاف من قبل قطع بحرية تركية وكانت تبعد السفينة القبرصية 70 كم قبلة السحل الجنوبي الشرقي لقبرص عندما اضطرت لتغيير وجهتها التحرك العسكري التركي ازاء قبرص جاء بعد ايام من توتر بين مصر وتركيا ازاء ذات المنطقة حيث يقع حق الظهر للغاز الذي تعول عليه القاهرة في ان يحولها لدولة مصدرة للغاز وترفض انقرة من الاساس اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص التي ترتب عليها اكتشاف حق الظهر بين ان مصر حذرت من المساس بحقوقها الاقتصادية لبنان واسرائيل يتنزعان ايضا على منطقة الشرق المتوسط فبعد ان منح لبنان حق التنقيب عن النفط في منطقة تعرف باسم بلوك ناين هددت اسرائيل على لسان وزير دفاعها لبرمن بعرقلة عملية التنقيب وجاء الرد اللبناني على مستوى عسكري ايضا فمجلس الدفاع الاعلى اللبناني عقد اجتماعا استثنائيا ليعطي توجيهاته بالتصدي لاسرائيل بعد ادعائها حول الثروة النفطية في شرق المتوسط موسيقى